السلام البنات كديري لبساليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا باخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله وانتما كتشاهدوا هاد القناة اليوم مع فيديو جديد موضوع مهم بزف قبل ما نبدأ الفيديو كان بغي نبارك لأي سيدة كتشوفني عبر هاد القناة الصغيرة كان بغي نبارك لكم الشهر الكريم الله يدخلوا عليكم بالرزق والصحة والدرية الصالحة في القريب وتفرحوني ان شاء الله يا رب تعتل كل محرومة وكل منتظرة درية صالحة معافات ان شاء الله في القريب كذلك ديما ركزوا على هاد الدعاء اللهم لا تدرني فردا وانت خير الوارثين ربي لا تدرني فردا وانت خير الوارثين هاد الدعاء هذا راه وحد المعجزة فعلا يعني ركزي على هاد الدعاء كتري منه بقيت قولي يوميا وطيلة اليوم كتري من هاد الدعاء وكذلك من الاستغفار وكتري من الدعاء في الصلاة ديالك ورب ان شاء الله غادي يرزق كل وحدة درية صالحة في الوقت المناسب اكيد ان كل تأخير وله خير عليك انتي يعني وانتي ما عارفاش فضروري حاولي فقط صبري صبري شوية ورب ان شاء الله غادي يعطيك الدرية حاولوا تديروا بالاسباب حاولوا تتبعوا النصائح حاولوا تجنبوا الاطعمة اللي قلت لكم في الفيديو السابق اللي ما شافتش الفيديو حاولوا ترجع الفيديو السابق حاولوا تتبعوا هاد النصائح وايام الابادة ورب ان شاء الله ما غاديش يخيبكم مع الدعاء بطبيعة الحال والاستغفار بلما نطول عليكم الفيديو كان عارف انني كان هدر بزاف ولكن ضروري خاصني نوصل لكم المعلومة فضروري حاولوا تتبعوا الافكار والمعلومات اللي غادي نقولك في هاد الفيديو واليوم واحد سؤال طرحته مشاركة في القناة ارتفاع درجة الحرارة واكيد ان بزاف ديال السيدات والنساء كيعانيوا من واحد الارتفاع كيكون ملحوظ في درجة الحرارة بعد ايام الابادة مباشرة هاد الارتفاع هذا واش هو حمل ولا اقتراب دورة ولا مشكل صحي هاد الشي اللي غادي نعرفوه في هاد الفيديو اذا بقاي معايا وتابعي الفيديو تالاخير اكيد غينى الاعجاب ديالك كيف ممكن نعرفوه بان علامات الحمل الاولى كتكون ظاهرة على السيدة وكتزيد هاد العلامات مع تقدم الحمل يعني في الاسبوع الاول والتاني ممكن تكون العلامات ماشي واضحة وممكن تشبه العلامات اقتراب الدورة ولكن من اللي يزيدوا الاسابيع ديال الحمل كيبدوا يزيدوا ويتركزوا هاد الاعراض هادو عند السيدة الحامل اذا العلامات الاولى كل امرأة كتختلف عن الاخرى في اعراض الحمل وشدتها اضافة الى ان اعراض الحمل المبكرة ممكن تشبه الحد كبير لأعراض اللي كتعاني منها المرأة قبل الحيد واثنائها مباشرة ممكن ما تدركش السيدة انها حامل يعني ممكن جيها بنفس علامات اقتراب الدورة من المغاس من التقلصات من الرغبة في التناول الاكل من اشتهاء بعض الانواع من الطعام هاد شي هذا كامل ممكن يجيها والسيدة تكون حامل في الاصل وتعتقد انها دورة ولكن شي علامات اللي كيكونوا مفرقين على العلامات ديال الدورة او علامات اقتراب الدورة هما اللي غدينشرح لك في هذا الفيديو ان شاء الله كذلك ممكن السيدة تجيها اعراض تنتج من اشياء اخرى الى جانب الحمل لذا فان حقيقة ملاحظة بعض هاد الاعراض ما كتعانيش بالضرورة ان المرأة حامل ولكن الطريقة الوحيدة للتأكد هي اختبار الحمل يعني ما تقوليش اي سيدة ان عندي هاد الاعراض صافيرة انا ما غديش مشي ندير الاختبار دروري خاص كتدير الاختبار ديالك والاختبار ره بسيط وفي المتناول كتمشي السيدة تجيبوه من الصيدة ليا كتاخد واحد العينة ديال البول اعزاكم الله بول الصباح بطبيعة الحال كتديري في التست ديالك او في الاختبار وكيطلع لك واش حمل اولى لها يعني هاد الاختبار ره ساهل واي سيدة ممكن تديرو باش تأكد وتبت صحة الحمل ديالها وبالتالي غدي تسنى من بعد دك الاختبار يعني خرج لك الاختبار ايجابي غدي تنتظري واحد ثلاثة اسابيع او اربعة اسابيع كل ما انتظرتي اكتر كل ما كيبن نبض ديال الجانين يعني ممكن السيدة تمشي لطبيب ديالها تدير السونار يطلع انه عندها الكيس ديال الحمل وما يبنش فيه الجانين يعني دك النطفة ما كتبنش في كيس الحمل في اوائل الحمل فضروري خستك تنتظري كل ما صبرتي كل ما كان الجانين غيبن لك وغادي يبن لك النبض كذلك وغادي يطمئني اكتر لان السيدات بطبعهم كيكونوا متوترات ومقلقت ملي كيقولهم الطبيب راكين غير كيس مازال ما بنش الجانين فالسيدة هنا كيبدا عندها واحد توتر واحد العصبية علاش ما بنش دك الجانين بالتالي مشات بكري شوية دك شي باش ما بنش الجانين وبطبع الحال خستك ديما تسولي يعني مش غادي يقولك الطبيب صافرة عندك غير كيس تنوضي تقلقي ويسحاب الكرام ما كينش الحمل خستك دروري تسولي وتخطي استشارات طبية في هاد الامر هذا اذا بالنسبة كذلك العلامة الاخرى وهي زيادة عدد مرات الدخول الى الحمام والتبول وهي من العلامات المبكرة لحدود الحمل فكلما زاد حجم الرحم زاد الضغط على المتانة بذلك كيزيد عدد مرات الدخول الى الحمام الشعور بالغثيان والتقيؤ خاصة بداية من الأسبوع الثاني من حدود الحمل وكيستمر الشعور بالغثيان الى الشهر الرابع خاصة عند الاستيقاظ من النوم حدود العديد من التغيرات في الجسم كتغير التديين فيصبح التديين اكتر صلابة وحساسية وكيتغير لون الحلمات الى اللون الاكتر الغامق يعني كيولي باللون الغامق وكتصبح الحلمات اكتر بروزا الشعور بانتفاخ في منطقة البطن بسبب تغير الهرمونات في موعد الدورة الشعور بالارهاق والتعب الشديد طوال الوقت بسبب زيادة معدل هرمون البروجستيرون اللي كيزيد من الرغبة في النوم وقلة الطاقة الإصابة بالإمساك أو الإسهال بسبب ارتفاع هرمون الحمل عدم الرغبة في تناول الطعام والنفور من العديد من أنواع الطعام ورائحتها بالنسبة لتأثير ارتفاع الحرارة أثناء الحمل على الجنين ارتفاع درجة الحرارة الطفيفة أثناء الحمل جزء طبيعي من الحمل يعني هذا الأمر ممكن يدل على الحمل ممكن يزيد معدل الأيد لتوفير المزيد من الطاقة للمرأة وطفلها هذا الأمر هذا يعني زيادة حجم الدم بنسبة تصل إلى 50% عند السيدة الحامل هذا الأمر هذا كيؤدي التوسع الأوعية الدموية قليلا للسماح بهذا التغير وهذا كيعني أن الأوعية الدموية كتتحرك للسماح بتوفير المزيد من الطاقة للمرأة وطفلها وهذا الأمر ممكن يدل لارتفاع طفيف درجة الحرارة كتشمل كذلك أعراض الارتفاع الحاد لدرجة الحرارة الصداع الدوخة تشنجات في العضلات والغثيان ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فالنساء الحوامل التي عندهم واحد درجة حرارة الجسم كتفوق واحد النسبة يعني الدرجة الحرارة الطبيعية كيتسموا هاد النساء هادو خاصهم ضروري توجهوا الطبيب ديالهم في حالة لاحظوا واحد الارتفاع كبير في الحرارة لأن هاد المشكل ممكن يؤدي لموت الجنين في البطن ديال أم دياله إذن بالنسبة لطرق الكشف عن وجود الحمل بعد الشعور بهذا الأعراض اللي قد لك لا بد من إجراء بعض الفحوصات اللي كتأكد وجود الحمل للحفاظ على صحة الجنين ومن هاد الفحوصات ما يلي عمل الفحص المنزلي بطبيعة الحال اللي كيكشف عن وجود هرمون الحمل في البول فيحصل عليه يعني ممكن السيدة تمشيل الصيدالية وتبع التعليمات المدونة على العبوة يعني على العلبة ديال الاختبار وهذه الإرشادات هذه كتمكنها من أنها تجري الاختبار بكل سهولة وبأقل تكلفة في حين أنها تعود تدير الاختبار ديال الدم باش تأكد أكتر لأن الاختبار أو فحص الدم كيكون أكتر عملي وأكتر دقة من الاختبار ديال المنزل إذن بالنسبة لعمل فحص الحمل كيتم في إحدى المختبرات لتحديد وجود هرمون الحمل في الدم أو هرمون الحليب أولى يعني هذا الأمر هذا كي يبيل السيدة وش عندها حمل أولى لا بالنسبة للإنخفاض درجة الحرارة بعد الإبادة ممكن يدل على أن الإبادة حدثت بالفعل يعني كتقول الإبادة واحد الارتفاع من موردك الارتفاع كيترى واحد الإنخفاض هذا الإنخفاض هذا كي يبيل أن السيدة راحتت عندها الإبادة وبالتالي راحتت أيام الإبادة ولكن إلى رجعت عودتاني الحرارة ارتفعت يعني من بعد ذلك الإنخفاض عودت الحرارة ارتفعت هنا كتقول السيدة بأن صفي عندها إحدث الإخصاب وبالتالي كترتفع ديك الحرارة قبل موعد الدورة إذن نتمنى نكون جاوبت على التساؤل ديال الأخت اللي قاتل يديرينا فيديو على درجة الحرارة ديال الجسم كان هذا هو الفيديو نتمنى نالإعجاب ديالكم إذا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال ما تنسونيش من تشجيع ديالكم باللايكات كان فرح بالزاف من اللي كنشوف أن الفيديو نالإعجاب ديالكم شكرا على الدعم ديالكم المتواصل للقناة إذا عندكم شيء استفسار حاولوا تخليوا لي بالتعليق أسفل فيديو أي سؤال كنجاوب عليه إن شاء الله إلى اللقاء مع فيديو مقبل إن شاء الله بسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر